الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده مع عشر المشاهدين الإفاضل فإنكم تعلمون إن شاء الله تعالى أن الله تبارك وتعالى فاضل بين مخلوقاته ففضل سبحانه وتعالى بعض الأنبياء على غيرهم وفضل سبحانه وتعالى بعض الملائكة على غيرهم وفضل سبحانه وتعالى بعض الأزمنة على بعض وبعض الأمكنة على بعض فالله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام والله تبارك وتعالى جعل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل الخلق وأفضل البشر على الإطلاق وإن الله تبارك وتعالى جعل الملائكة المقربين وعلى رأسهم جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام أفضل من الملائكة جميعا وإن الله سبحانه وتعالى جعل مكة أفضل بقاع الأرض كذلكم فإن الله سبحانه جعل شهر رمضان أفضل الشهور وأشرفها وأكرمها على الإطلاق كذلكم فإن ربنا سبحانه فضل عشرة أيام من أيام العام على غيرها من الأيام إنها الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن هذه الأيام الطيبات وعن هذه الأوقات المباركات لعلنا نستحث هممنا لاستغلالها بإذنه ومنه وكرمه سبحانه فكونوا معي بقلوبكم وأسماعكم يا رعاكم الله أقول وبالله عز وجل وحده التوفيق والسداد إن الله تبارك وتعالى جعل الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام أفضل الأيام على الإطلاق قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والفجر وليال عشر ربنا سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم من مخلوقاته وقد أقسم هنا سبحانه وتعالى بالفجر من جهة وأقسم من جهة أخرى بالليالي العشر قال كثير من علماء التفسير إنها ليالي الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الأحرام فما أقسم الله عز وجل بها إلا لشرفها إلا لمكانتها وعظيم منزلتها ثم إنه ثبت أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات أتدرون ما هذه الأيام المعلومات إنها الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام ثبت هذا عن غير واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ترجوان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما الأيام المعلومات هي الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام والأيام المعدودات في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات إنما هي أيام التشريق فهكذا ميز بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع عشر الأكارم ثم إنه قد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله ثم قال إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ولنا أن نتأمل فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما سمعوا قول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم متسليم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة باذروا فقالوا ولا الجهاد لأنهم كانوا يعلمون أن الجهاد له مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى وله منزلة راقية عند المولى جل فعلا قالوا ولا الجهاد في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يتبيننا من خلال هذا الحديث أن الأعمال الصالحة في العشرة الأولى من شهر ذي الحجة تفضل على غيرها من الأيام ولذلك قال العلماء إن أفضل أيام العام على الإطلاق إنما هي هذه الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام ثم إن هذه الأيام كما قال العلماء ومنهم الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال وإنما فضلت هذه الأيام على غيرها من الأيام خلال العام لأنها مكان لاجتماع أمهات العبادات فهذه الأيام العشرة كين الحج كين العمرة كين الصدقة كين الصلاة كين الصيام كين جميع أنواع العبادات أمهات العبادات تجتمع في هذه الأيام وقد لا تجتمع بالأجزم أنها لا تجتمع في غيرها أو خاصة بالنسبة للحج إذن هذه الأمهات العبادات تجتمع في هذه الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام فلا غرابة أن يكون العمل الصالح أعظم فيها من غيرها أو مقارنة بغيرها فهل نحن إذن مكرموا هذه الأيام أم نحن من المفرطين ومن المقصرين في شأنها معاشر أكارم وديت إن شاء الله تعالى أنذب أن أذكر نفسي المقصرة في جنب ربها عز وجل وأن أذكر المستمعين والمستمعات ببعض أنواع العبادات والطاعات والقربات التي يعظم أجرها ويتزايد ثوابها بإذن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام العبادة الأولى الحج والعمر أيضا الحج والعمر لمن كان على هذا من القادرين أو لمن كان قادرا على مثل هذه الطاعات فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه الله أكبر قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عند شرح هذا الحديث قال والظاهر غفران الذنوب كلها الصغائر والكبائر والتبعات فلا إله إلا الله ما أعظم هذا الفضل ما أعظم هذا الفضل وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين وغيره ما قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فمن وفق للحج فقد وفق لخير عظيم ومن لم يوفق فالخير موجود بفضل الله تعالى ومن له وكرمه أقول ومن العبادات العظيمة في هذه الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام تجديد العهد مع الله الملك العلام سبحانه وتعالى تجديد التوبة وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يقول علي بن أبي طالبين رضي الله تعالى عنه وأرضاه عجبت والله عجبت لمن يهلك ومعه النجاة قيل ومن نجاة قال رضي الله عنه التوبة والاستغفار التوبة والاستغفار قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها التوبة وما أضراكم التوبة وبعد التوبة من العبادات الفاضلة العظيمة الاستغفار كما سمعنا في أثر علي بن أبي طالبين أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم طوبى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل فما أعظم شأن الاستغفار وخاصة في هذه الأيام الطيبات المباركات من العبادات الجليلة الفاضلة عبادة الصيام وما أضراكم ما الصيام عبادة الصيام نعم والعبادات كلها فاضلة كما ذكرت في هذه الأيام ومنها الصيام وليس ثمة شيء يبين لنا أن الصيام لا يفضل على غيره أو أن الصيام لا يتضعف أجره وثوابه في مثل هذه الأيام بل العكس مدام قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر من العمل الصالح إذن من الأعمال الصالحة المباركة الصيام ثم إنه ثبت عند أبي داود رحمه الله وعند النسائي أيضا من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عشر وثلاثة أيام من كل شهر قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فليس في صيام هذه التسعة كراها بل يستحب صيامها استحبابا شديدا وخاصة التاسع منها وخاصة اليوم التاسع منها الذي هو يوم عرفة كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في أوانه ثم إنني أقول من أعظم وأجل أنواع العبادات في هذه الأيام المباركات الإكثار من ذكر رب الأرض والسماوات ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام ذكر الله ذكر الله ولما جاءه الرجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على باب أتشبث به قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى أي أكثر من ذكر ربك ومولاك سبحانه وتعالى وفي الحديث السابق ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهل في سبيل الله قالوا ولا الجهل في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ثم قال عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن من الذكر والتهليل إلى آخر الحديث فأكثروا فيهن من الذكر والتهليل مع عشر أكارم إذن لابد أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات والله عز وجل قال واذكر الله في أيام معدودات هذا بالنسبة لأيام التشريق وقال الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ومن أفضل أنواع الذكر الإكثار من التكبير نعم الإكثار من التكبير وقد قال الشيخ الإسلام عليه رحمات رب الأنام وأصح الأقوال عند العلماء الأولين والآخرين الذي عليه المحققون التكبير من فجل يوم عرفة إلى آخر أيام تشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا أقولوا الذي سمعتم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لاستغلال هذه الأوقات الطيبات وهذه الأيام المباركات إنه يذلك والقادر عليه بارك الله فيكم وأحسن إليكم وشكرا على حسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر ولله الحمد